موسيقى تبكي وتشكي ايش بيه في عاده هو دس في صدرك واستدعف المال وما يكلمك عادة علاش اليوم ووقتها تحط تخلص انا اللي لاني نعرف تحط تخلص تحب نقول لك اعطي للذل كارو وتحمل مسؤوليتك وما تبدأ اشتبك كما كنت اقبل معاه الرؤساء اللي فاتت والوزراء اللي فاتت وناس في عهد الوزراء في عهد الوزراء واحد اعطاه رخصة متاع شراب الواحد يتكيف معاه ويتشمه معاه موسيقى ايه نعم نعم فم راجل اعمال اخذيه رخصة متاع شراب ايه رئيس حكومة اعطاه رخصة متاع شراب الراجل اعمال يتكيف معاه ويشرب معاه ومبعدش يتطبق لي كان عزوالي عام حبسه بس من غرائب وعجائب تونس انو فيها وزراء او رؤساء حكومات هكذا بكل بساطة يعمل سيجار وزطلة وإلا استير كوكاين وهذا يندرج في اطار الحرية الشخصية او الجلسات العائلية كلم حكينا عليها قبل ومشينا ليعقوب الغضباني وحكينا معاه لهو انفاه في جزء واعترف في جزء اخر والكلم كان مواجهة لكنتي بدردين الجمودي قال التهمة باطلة ولم اروج ولم ازود رئيس حكومة بالكوكاين اول ان انا هو يتحدث على كانوا ثم مؤامرة توحاك ضده وانا موخرت فيه انا موضوع الكوكاين والمخدرات علمت بيه اثناء الحلقة السيد هذا لما اتثار الموضوع وانتربطت في سؤالك بالسياسيين من هو قلت؟ نعم قلت من هو؟ اذ وضح ايه اه ذكرت فيديو نشره وبيدو او موجود نجب حتى نشره على صفحتي فمتين نعاود نشره فيديو شو فيه؟ فيديو فيه تصريح ينفي فيه انه يروج ولك نقول انا نستهلك ويحكي فيه على علاقته باطراف الحكم منهم رئيس الحكومة ووزير المالية ثم في تلك الفترة الجميع يعلم المكونات تعلمينها في انتهاء لما اطرح في الرأي العام في اسبوك في فضال افتراضي وتم ايقافه على خلفيته هو الى حد الان في وضعية غير قانونية علاش؟ علاش ملاحق وقضعيا؟ وانا اعطيته كمثال في علاقة بترويج المخدرات او استهلاكها في علاقة بالسياسيين لانه هو في الفيديو هذا يشير الى ذلك وانا مستعد هو يعرف الفيديو هو القيام بي موجود على اليوتيوب ونجم ننشره على صفحتي بعد نشر الحصة هذا معز نرجع للمسألة المهمة اللي تصدمتوا بها المواطنين والناس حبتنا نزيد ونمشيوا اكثر ونكشوا اكثر المعطيات في علاقة ببارونات كبرى تتاجر بالمخدرات وتهرق البلاد والعبادة بهذه اسمو معز اول شيء تعليقا على يعقوب الغضباني وقد ذكر اسمي وذكر اسم دبو لمنهلها بقت لوريد ان نفسر للرأي العام لا وجود لهذا الجسم الا في خيال احد المحامين اراد ان يشويها انا عوضا يقول مرصد الشاففي والحوكمة شبكة المدولي الاحرار اصدر هذه التسمية عدا السيدة انت قمت ببثها في البرنامج يجب ان نعلق ثم نعلق على يعقوب الغضباني كنت من بين من اشار الى ملفه سنة 2020-2021 اشارت الى ملفه حين اثير ملف لدى الرأي العام ولم اكن اعلم انه ابن احد شيوخ العلم الفاضلين ممن كان مؤدب صديان في قريتي والعائلة متاعه تعرف عائلتي ولو كنت اعلم هذا هنقوله على العالم ما كنت اكتبت في الموضوع لكن نقوله مرة اخر ربي فرج على كل شخص وما ليس لدينا هدف لاستهداف الاشخاص ومستهدافنا الشخصية موضوعه ترحى في الرأي العام لكل اشارى اليه لكن نقوله مسألة مهمة هذا لا ينفي وبقطع نظر عيقوب الغضباني وربي فرج عليه في مشكلته لا ينفي ان الطبقة السياسية التي مارست الحكم في فترة من فترات تورطت في فساد مالي وفساد اخلاقي وكان الجميع يتحدث في الكواليس والجميع يتحدث عن تورط وزراء وهو انتحدث وهو كثير من الطبقة السياسية الآن تعرف هؤلاء الاشخاص وهؤلاء الوزراء اسما اسما ومعشكون يستهلف في المخدرات ومن هو جلاس ولا غير ذلك يعني هدايا من نجمو جونجرو بقطع نظر معانا ننسوه عقوب الغضباني بقى نقولوا مسألة مهمة جدا يجب ان ان يصل المؤرخون الذين سيؤرخون لهذه الفترة كي يتحدثوا عن هذه الفترة التي شابه فساد كبير ومرة اخرى طالبوا سي عقوب الغضباني بان يقدم الاعتذار من بدر الدين الجمودي بخصوص السباب والشتام الذي توجه اليه به عبر الهاتف وذلك طلب مخفف جدا لسيدي عقوب الغضبان ذرزع للمسؤولين الكبار المرطين في المخدرات وهذاك عليش ديما نقولوا احنا اراه اتجارة السمومة دية في بلادنا لو لا حمايتها من اطراف غير معلومة خلينا نقول لي انا معناش دس ما بالضبطه شكون يحمني فيهم رغموا صلتش بلادنا غرقت بالكيفية هي بح تو شنو المانع احنا يا سي محمد باش نبدلوا القانون ونشدوا العقوبات وانا نصه على عقوبة الاعدام بالنسبة لمن يرويجون السموم هذي بالله يبهمني يا سي محمد اعطيني انا عنديش سلطة احنا بيدنا اليوم منا ايه ما نتهم ولا ايشو فيه نوع من الاستعمار الداخلي ولا لا يسف شكون مسؤول خلي يعملنا يا اخوي هالقانون هذي احنا مطلبنا همش ما قلنا لهمش اعملوا كيما رئيس الفيليبين العالم اجمع احتج عليه وامريكا والنسي كل احتجوا عليه وكذا رئيس الفيليبين في بيركش عمل اعطى تعليمات الى الاجهزة الامنية تدخلوا تنشدوا عبادية كيفوا تطلق عليهم النار تقتلوهم ارجع اقرأ تعرف شنو القرارات اللي اتخذها انتي الي هنا تقول شبيه السيدة دي مهبول انا نقول لك ليه نقول لك هو اماخير لانه انتشرت الظاهرة بصيفة خطيرة جدا اماخير هو يتخذ القرار هذا وإلا في امتي عندك عشرات الملايين يدخنوا في الواحدة في الزطلة اضافة فانت التفاعل معاكم انا ربما اقترح انه من المهم جدا مدام الظاهرة انتشرت بشكل مفزع في تونس طبعا انه يسن قانون مثل ما قمنا بسن قانون ان كل موظف يقوم بتقديم ما يفيده مكتسباته من المهم الذين يتم تعيينهم يتم تعيينهم في المناصب الحساسة وفي الوزارات وفي الولايات ان يتم اخضاعهم دوريا للتحليل وننتهي من هذه قصة لا 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 لحظة فقط لحظة فقط بالنسبة لي هو اثار مسألة هامة جدا اليوم صحيح ثم ناس ظهرت عليهم علامات اثارة واحنا اليوم وللأسف عنا القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع هذا يقانون سنة في ظروف فاسدة في العشرية اللي تحكي عليها تعال فساد التشريعي لكن سامحني انا اليوم الفساد التشريعي هذية قاعد نعاني منه لان القانون هذية لا يطبق على كل المقيمين بالبلاد التونسية والله خلاص عطونا رزع على كل المقيمين بالبلاد التونسية اه 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 نزار انا والله نحب كلمة ديما يقول فيها يا اخوية معز يقول لك يلزم مؤرخ يؤرخ اللي قاعد صاير طوي صحيح ولا يا اخوية معز بالله يا اخوية معز كنت تحب على مؤرخ بس هنعرفوك ما شاء الله عليك ما ترحب حد لا كبير ولا صغير لا قاضي لا وزير لا رئيس لا مسؤول انت الحاجة اللي بيها بالحق ونقراله برشا اخوية معز بسيب حد اللي عنده عليه هبط قال لك اخوية طوي بكري شقال قال له والله كان جيت نعرفك انتي راني ما هبطش عليك راني ما حكيتش عليك صحيح سامح ومتمسك بها سامحني كيفاش انتي ما تهبطش عليك وتحب المؤرخ يكتب لا لا ليس ضروري انك بعنو عسلون جعلين بيش نقوله لبلادنا بيه جزت انا قوس حليته لكن لا قل نجاوزوه بيه نجاوزوه فما اليوم شفت في الدولة التونسية ذيه تومدة عشرة سنين ولا قديش مستشار لدي رئيس الجبوري مستشار لدي وزير تلعاد مستشار لدي وزير الداخلي مستشار وزير الطاربة وصلنا عنا مستشار حتى بتاع دروغ بتاع غابرة وبتاع زطل ايه نعم همتعه الراجل المستشار يقبل ما يجيب له الوزير يشمه وقبل هو بعد تحب تخرج لي فاهم بطل وتبدأ تبكي وتشكي ايش بيه في اعاده هو ودس في صدرك وستلعف المال وما يكلمك عد وحتى كانت شديت بتاليف وانت تتعد عليش اليوم ووقتها تحط خلص انا لذيني نعرف تحط تخلص وما تبدأش تبكي وفيسبوك وفلان وتهرب انتي من المشكلة اللي فيها وتحط فيها ما نعرش يا نشكونه السيد هذا في بدر ولا في غير وفي غير نحب نقول لك اعطي للذل كارو وتحمل مسؤوليتك وما تبدأش تبكي كما كنت قبل معه الرؤساء اللي فاتت والوزراء اللي فاتت وناس في عهدهم الوزراء واحد اعطاه رخصة متاع شراب الوحد يتكيف معاه ويتشم معاه صيح نعم نعم فم رجل عمال اخذية رخصة ١١٨ راب رئيس حكومة أعطاه رخصة ١١٨ راب الرجل عمال يتكيف معاه ويشرب معاه ومبعدش يتطبق لي كان عضوالي عام حبسو في اسب وانتي قل لي رئيس حكومة وتشرعلي وتحطلي في القوانين وتدزعلي في صدرك في التلزة ما تطلع للتلزة ما تضربلها ستر منا لن ولا أحكي ما حد ما يراقبك كيفاش تحبي أنا اليوم نبقد نتفرج ليه يا سيد يلزم اليوم تتحاسب وتتحمل مسؤوليتك وتسكر وأمزال موضوع طوي يذور لي المسألة بديت تاخد في أبعاد أخرى لكن أحنا ديما لا للتشفي فقط نريد الإصلاح ونريد التعود إلى المصار الصحية